وفي نفس السياق وبين أروقة المعرض كان راشد القثامي يتجول ببصيرة القلب لم يمنع فقدان للبصر من الإحساس بضجيج الكتب تقرير جميل من منصة التواصل الحكومي حسب الأضواء حسب الضجيج حسب كل الأشياء الموجودة ضجيج يعني يزعجني دائما إلا في معارض الكتب بدأت أزور معارض الكتب تقريبا من عشر سنوات كنت أحضر معي قارئ يقرأ لي عنوين الكتب اليوم جبت أم فهد زوجتي لما اندخلنا المعرض أخذنا انطباع مبدئي عن طريقة المعرض في التنظيم طبعا هي صبورة عليها صراحة هي تنشد كثير للروايات أنا أنشد كثير الكتب التخصص فيمكن هنا منطقة التقاطع بيني وبينها دراسات التخميقية كتب شرعية الناس اللي يجون مع معارض الكتب يدهشوني صراحة يدخلون الأجنحة مع أصوات أطلال أسمع أصوات ناس يتكاسرين لأصحاب الدور هذه بصراحة بحد ذاتها تشعرك بالإيجابية أو تشعرك بالتفاؤل فأنا عادة أسأل مثلا أو أتفحص الأماكن النسية أدور عليها فهذا يعسز عندي طريقة التخيل أدخل بعض الدور أقول لهم عندك كتاب معاين يقول لا مو عند الكتاب أحيانا أنا أعرف مقاص الكتاب لأنني قد لمست قبل أدخل أجيب لها الكتاب طبعا الأوراق لها ريحة يعني ريحة الورق ريحة ساحرة يعني ترجمة نانسي قنقر